هو يجسد النموذج اللبناني الذي نناضل لترسيخه لبنان المنارة والمؤسسات والعدل وحقوق الإنسان لبنان القانون باق لا يموت هيدا هو اللبنان النجح بالخارج وفخر لشعبه هذه التعليقات وما يدور في فلكها انهالت على مواقع التواصل الاجتماعي فور أعلان انتخاب القاضي اللبناني نواف سلام رئيسا لمحكمة العدل الدولية في لهاي فرح قسم كبير من اللبنانيين واعتبروه إنجازا يعيد لهم شيئا من الثقة بأنفسهم ويذكرهم بما لديهم من أصحاب قدرات وكفاءات يتألقون في مختلف أنحاء العالم لكن مهلا متى كانت الإشكالية في القدرات والكفاءات فبينما يتبوأ لبناني أهم المناصب القضائية في العالم ما هو الواقع القضائي في لبنان إذا اتخذنا بعض الأمثلة فقط من 2005 حتى اليوم في جرائم اختيال قيادات الرابع عشر من أذار لا حقيقة ولا عدالة في صارقة العصر وبينما سلبت الحكومة من طريق البنك المركزي والمصارف جان عمر اللبنانيين لا حقيقة ولا عدالة فقط عن تريات في جريمة العصر وبعد مقتل أكثر من 200 ضحية وتدمير عاصمة بكاملها وتشريد وإصابة عشرات الألاف لا حقيقة ولا عدالة فقط اختصاب للسلطة القضائية تحرير المتهمين والقبض على أهالي الضحايا نعم تثبت الدولة اللبنانية أنها قادرة على تحرير مخطوف من هنا والقبض على عصابة مخدرات من هناك في المقابل تبقى عاجزة أمام أي جرم يتضح أنه على علاقة بسياسيين اعتادوا على التنصل من أي مسئولية عبر هذه المشاهد في وجه أي مسار قضائي صحيح فهل من يسافر إلى الخارج هو الكفوء الوحيد ومن يبقى في لبنان ليس على قدر المسئولية أو أن من يخطف الدولة منذ فترة يشكل محرقة للكفاءات بدلا من البكاء على أطلال ماضي لبنان المنارة والتشبث بأمل يبعثه لبناني من الخارج ألم يحن الوقت للبناني الداخل أن يحاسب من كان السبب؟